السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا مجموعة متنوعة وهمة من الأنباء رح نبدأ الآن بإعادة فتح الدفاتر القديمة للمستشارة أنجيلا مياكل فيما يتعلق بالسياسة الروسية في الفترة الأخيرة تعرضت المستشارة السابقة أنجيلا مياكل لانتقادات عديدة من قبل بعض السياسيين وحتى من قبل الإعلام وخاصة من الجانب الأوكراني اللوم الموجه لها كان هو بسبب سياستها الخاصة بروسيا في فترة حكمها في ال 16 سنة الماضية المستشارة علما أنها أكدت أنها ضد هذه الحرب وأيضا قامت بتقديم بعض الاقتراحات لوقف هذه الحرب واليوم الحزب المستشارة الألمانية CDO أيضا وسكرتير الحزب بدأ بالدفاع المستشارة الألمانية أنجيلا مياكل وأنه من وجهة النظر السياسية في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أن تقوم روسيا بالهجوم على أوكرانيا أو بعد فترة سقوط جدار برلين كانت ألمانيا محاطة بالأصدقاء ومن غير المتوقع أن تقوم حرب كبيرة بناء عليه ألمانيا كانت سياستها في ال 16 سنة الماضية تقوم على السلم إلى حد بعيد اللوم الرئيسي الموجه للمستشارة الألمانية أنجيلا مياكل هو رفضها في عام 2008 انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هذا هو اللوم أو الاتهام الرئيسي اللي بتمتوجيهه اللازع بشكل دائم لها من قبل الجانب الأوكراني تحديدا ولكن اليوم الحزب أيضا بدأ يدافع المستشارة وأنه ليس قرارها لوحدها وأن الحزب يتحمل المسؤولية معها وكان نوع من محاولة وقف التهجم على المستشارة الألمانية أنجيلا مياكل فيما يتعلق بالسياسة الروسية في الفترة الماضية ننتقل الآن للموضوع التالي عن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزا التي قامت الآن بالإعلان عن إعادة تفعيل الدفاع المدني في ألمانيا وخاصة فيما يتعلق بغرف الحماية أو الملاجئ نعرف أن ألمانيا منذ عام 2008 وفي السنوات الماضية تخلت تدريجيا عن جميع الملاجئ في ألمانيا والآن يتم مرة أخرى إعادة أو اتخاذ قرار بإعادة تفعيل الدفاع المدني ورح نشوف النقاط المختلفة الهامس التي سيتم التركيز عليها أولا سيتم إعادة تقييم ما تبقى من الملاجئ وغرف الحماية وعددها حوالي 600 تحديدا 599 وإعادة تفعيلها وأيضا الملاجئ السابقة التي تم التخلي عنها إعادة تقييمها ومحاول ترميمها ربما أو إدخالها الخدمة مرة أخرى النقطة الأخرى التي سيتم التركيز عليها هو إعادة بناء وتفعيل صفارات الإنزار في ألمانيا لاحظنا في العام الماضي كان هناك تجربة فاشلة في الحقيقة تم وصفها من قبل الإعلام الألماني بأنها فاشلة للإنزار على مستوى ألمانيا كاملة العديد من المواطنين لم تصلهم الإشارات سواء صفارات الإنزار بشكل مباشر أو عن طريق الآبات التحذيرية فلذلك قصصت ألمانيا الآن والحكومة مبلغ 88 مليون يورو لإعادة بناء وتفعيل صفارات الإنزار على مستوى ألمانيا بشكل كامل ولكن لازلنا في بداية المشروع الموضوع سيحتاج إلى وقت طويل حتى يتم إعادة بناء البنية التحديدة فيما يتعلق بصفارات الإنزار في ألمانيا أيضا في إطار الصمود في وجهة تهديدات العسكرية المحتملة ضد ألمانيا سيتم إعادة تخزين أو موضوع يعني تنظيم تخزين المواد الطبية الأدوية ألبس الحماية الكمامات كل هذه الأشياء يتم العمل عليها الآن بتقوية الدفاع المدني في ألمانيا شيء آخر مهم هو موضوع تعليمات فيما يتعلق بالبناء في ألمانيا هناك أيضا الآن قرار باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقوية بنية البناء لبعض الأبنية المهمة في ألمانيا مثل محطات القطار الأوبان تحت الأرض مثلا بشكل عام أيضا لأقبية المنازل الكلة يعني أيضا وكذلك الأبنية يعني بشكل عام والقارجن كمان يعني باركات السيارات في البيوت إذن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم التفكير بها بشكل عام لتقوية الدفاع المدني في ألمانيا لحالة الطوارئ القصوى التي يعني ألمانيا تتخذ الآن أيضا عديد من الإجراءات يعني إعادة تفعيل الدفاع المدني في ألمانيا نقطة أخرى هامس سؤال صحفي تم توجيه لوزيرة الداخلية فيما يتعلق بالمقارنة بين هل يوجد لاجئين من الدرجة الأولى أو الثانية أو هل يتم المساواة بين جميع اللاجئين في إشارة واضحة إلى اللاجئين السوريين والبقية يعني الأخوة سواء العراقيين أو الأفغان في عام 2015-2016 حول هذا السؤال يعني أو إن كان هناك تفريق بين اللاجئين أجابت الوزيرة الداخلية الألمانية أن هذا لا ينطبق على ألمانيا في إشارة إلى أن ألمانيا لا ينطبق عليها ذلك الجميع تم معاملته وإستقباله نعرف أن 2015 ألمانيا قدمت العديد من الأشياء للاجئين القادمين وبشكل آخر يفهم من ذلك أنه قد ينطبق ذلك على الدول الأخرى ولكن ليس على ألمانيا ننتقل الآن إلى الموضوع التالي عن سيدة كريستين لامبغيشت وزيرة الدفاع الألمانية التي خرجت عن صمتها الآن ودافعت عن نفسها وعن ألمانيا حول موضوع تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا اللوم الدائم من الجانب الأوكراني أن ألمانيا لا تقوم بتقديم الأسلحة الكافية وأنهم دائما يطلبوا أسلحة سقيلة كذلك فوزيرة الدفاع الألمانية أعلنت أن الأمر يتم الآن بشكل سري وهذا حتى بناء على طلب من الجانب الأوكراني لأنه في لحظة أعلان أنواع الأسلحة اللي بتوردها ألمانيا وعددها إلى أوكرانيا فهذه المعلومة تنتقل أيضا إلى روسيا وهذا سيكون له تأثير استراتيجي كبير بمعنى أنه اتهام غير مباشر أيضا للسفير الأوكراني في ألمانيا اللي يقدم انتقادات لازع بشكل مستمر للحكومة والمستشار في ألمانيا في محاولة طلب المزيد من المساعدات الألمانية لأوكرانيا وخاصة العسكرية إذن وزيرة الدفاع تقول أن الأمر يتم بسرية وبناء على طلب من الجانب الأوكراني هذا من ناحية من ناحية أخرى أعلنت أيضا وزيرة الدفاع أن الجيش الألماني وصل الآن إلى أقصى حدوده فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وأننا يجب أن نحتفظ أيضا بقدرة دفاعية عن ألمانيا وعن الحلفاء بمعنى أن ألمانيا مخازن الأسلحة للجيش الألماني لم تعود قادرة على توريد مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا من مخازن الجيش حتى تبقى ألمانيا قادرة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها مقصود بذلك في حلف الناتو أن تقوم بمهامها أيضا في حلف الناتو ولكنها قالت أن ذلك ممكن عن طريق شركات صناعات الأسلحة في ألمانيا بشكل مباشر أن يتم تصنيع الأسلحة وتوريدها إلى أوكرانيا دون التبرع بالأسلحة من مخازن الأسلحة للجيش الألماني إلى أوكرانيا ننتقل الآن للموضوع التالي وهو مرتبط بالموضوع السابق المستشار الألماني أولاف شولز قام البارحة بزيارة إلى بريطانيا وهناك قابل رئيس وزراء البريطاني بوس جونسون هناك تم توجيه العديد من الأسئلة من قبل الصحفين للمستشار حول موضوع مدى قدرة ألمانيا على التخلي عن الغاز الروسي تحدينا عم يتم توجيه اللوم إلى ألمانيا بشكل دائم لأنها مرتبطة وبحاجة إلى الغاز الروسي والمستشار الألماني دافع وقال أن ألمانيا تقوم بكل الخطوات وتقوم بجميع الاستثمارات للاستغناء عن الغاز الروسي وايضا الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن ألمانيا ستكون حتى آخر هذا العام قادرة على التخلي عن البترول من روسيا فألمانيا الآن نعرف في إطار حزمة العقوبات الاقتصادية الأوروبية ستتخلى عن الفحم الحجري الروسي وحتى نهاية هذا العام البترول الروسي ويبقى الغاز ولكن الغاز يعني كل التقديرات الخبراء تقول أننا ما زلنا بحاجة إلى يعني معتمدين على الغاز الروسي لفترة سنتين بريطانيا في وضع مريح أكثر لأنها تعتمد بشكل رئيسي على الغاز النرويجي وأيضا الغاز المستخرج من الشمال أيضا في بريطانيا ألمانيا وضع مختلف ونقطة أخرى هامة كشف المستشار الألماني في زيارته إلى بريطانيا وقال يعني كشف موضوع سر صمود بأوكرانيا لحد الآن في وجه روسيا نحن كلنا نتوقعنا في بداية الحرب أن لا تصمد أوكرانيا فترة طويلة أمام قومة الجيش الروسي ولكن الذي حدث أن الموضوع يعني طال الآن وأوكرانيا ما تزال صامدة وكشف المستشار وقال أن هذا عائد أيضا إلى الأسلحة التي قمنا بتوريدها إلى أوكرانيا والواضح أنها أسلحة فعالة وخاصة أسلحة يعني المضادات الدروع ومضادات الطيران والزخيرة التي تم تقديمها في إشارة إلى اللوم الدائم موجهي لألمانيا أنها لا تورد الأسلحة بشكل كافي وخاصة السقيلة إلى أوكرانيا وقال أن ما وردناه يعني لحد الآن من الواضح أنه هو السبب في صمود أوكرانيا لحد الآن في وجه روسيا ننتقل الآن للموضوع التالي رئيسة الفواضية الأوروبية أوزولا فوندلين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كانت توجهت البارحة إلى العاصمة الأوكرانية كي في وسط هذه الحرب وفي وسط يعني الوضع الساخن توجهت إلى هناك وقابلت الرئيس الأوكراني لوضع إشارة إلى أن أوروبا كلها تقف بجانب أوكرانيا وقدمت له أيضا الغلاف اللي في طلبات القبول يعني لأوكرانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وقالت أن ذلك مرحب به وأنه سيتم تسريع طلب ضم أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي نعرف أن الرئيس الأوكرانيا سابقا قام بتقديم طلب بذلك ووعدت الآن الرئيسة الفواضية الأوروبية أن يتم دراسة الطلب بشكل سريع وأن لا يأخذ موضوع سنوات طويلة كما يجري عادة ومع ذلك الخبراء يتوقعون أن الأمر سيطول ولن يكون بهذه السرعة وفي الخبر الأخير أيضا قطاع صناعة الأدوية في ألمانيا بدأ يتجهز في حالة قطع الغاز الروسي أو مقاطعة الغاز الروسي في ألمانيا العديد من الشركات بدأت تتجهز وتضع خطط الطوارئ في حال تم قطع الغاز الروسي يعني من الجانب الروسي عن ألمانيا أو حتى في إذا تم اتخاذ قرار عمستوى ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي بمقاطعة استيراد الغاز من روسيا في كلتا الحالتين الألمانيا والشركات الألمانية بدأت تتجهز وخاصة الآن قطاع صناعة الأدوية في ألمانيا ألمانيا أيضا دولة قوية ومشهورة بصناعة الأدوية منعرف شركة بايا الشهيرة أيضا الشركة الهمة في مؤشر أسهم الألماني الدكس فأيضا شركة بايونتك المصنعة لمنعرف اللقاح الرئيسي الألماني بايونتك أيضا بدأت تتجهز وتتخذ خطط الطوارئ لأن هذه الشركات جميع تعتمد على الغاز وبدأ الآن وضع الخطط في حال تم فعلا قطع الغاز لشركات صناعات الأدوية يعني بدأت تتجهز وإن كانت الشركات عبدالطالب بشكل دائم أن يتم تفضيلها حتى على المواطنين أو القفاة هاوس فالكل يعني أيضا بيحاول أنه يحدد الأولويات في حال تم تقنين الغاز أو حتى قطعه بشكل كامل إلى من سيذهب الغاز يعني إلى الشركات أم إلى البيوت في ألمانيا هذا أيضا موضوع ساخن جدا عم يتم نقاشه في ألمانيا لأن هذه الشركات يعني تحذر الآن شركات الأدوية أنه في حال تم قطع الغاز الروسي فسأدي ذلك إلى نقص ووضع صعب فيما يتعلق بالأدوية الرئيسية أيضا اللازمة في ألمانيا وحتى فيما يتعلق بقطاع تصنيع أدوية أيضا كورونا يعني وحتى اللقاحات بسبب وجود سلاسل للتوريد أيضا مرتبطة بهذا الموضوع وهيك بنكون عملنا جولة واسعة على أهم الأنباء والأخبار من ألمانيا واخدنا فكرة عامة عن الأشياء المهمة أتمنى أن أكون أفتكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته